من ألحان لسه الأستاذ وائل بيقول إنه من ألحان الراحل حلمي بكر اللي وفاته المنية النهاردة كل التعازم مش بس من باب تكريم رواضنا في كل المجالات حتى وإن مر على رحلهم عشرات السنين لكن كمان بنضور على أسباب بقاءهم كل السنين دي في ذاكرة الأجيال اللي عصرتهم موليد السبعينات والثمانينات واللي قبلهم كان بينهم وبين بطل فقرتنا الليلة رباط قوي جدا مع اقتراب دخول رمضان كل سنة وكل سنة وحضرتكم طيبين الحج فهمي عبد الحميد كما كان يحب أن يناديه الناس الغائب الحاضر بأعماله الخالدة يمكن رحل من 34 سنة ورحلت معاه العديد من أسرار الصنعة هنا في التاسعة وفي بيت الحج فهمي عبد الحميد في التلفزيون المصري والليلة مع ورصة هذا المبدأ هنسترجع ذكريات زمان ونحاول نكشف جزء من أسرار صنعته اللي لا تزال باقية حتى اليوم معنا ومع حضراتكم وهبدأ طوعا بي يعني اعتبارها تحييزا مع الإعلامية المتميزة لمياء فهمي عبد الحميد أهلا بيك يا لمياء من نورة الدنيا كلها ربنا يخليك يا رب أنتوا يعني أصحاب مكان ومعنا المخرج المبدع الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد أهلا بيك أستاذ وائل أهلا بحضراتي زكريات أنتوا مش ضيوف حضراتكم أصحاب مكان كل سنة وحضراتكم طيبين وكنسة أحضراتك قبل ما ندخل على الهواء قلت لي أن لحن أستاذ حلمي أستاذ حلمي كان هنا في المبنى اسمح لي هبدأ مع لمياء باعتبارها أن هي أستاذة وزميلة وحاصدة جوائز الله أكبر دولاب لمياء مليء بالمتابعة صفحتها وأنا طبعا أحد أصدقائها وداليا الشرف الله أكبر يعني لمياء احنا كل سنة بعتبر جيلي والجيل اللي قابلي وشوية من الجيل اللي بعدي كان ارتباط رمضان معاهم وارتباط قوي جدا بفوزير رمضان في دخلة رمضان كده كنا بنستنى فوزير وقال في ليلا وليلا عيلة الحج فام عبد الحميد بتستنى رمضان إزاي وبتسترجع زاكراتها ده إزاي الأول دلوقتي بص هو رمضان بالنسبة لنا أنا هيفضل رمضان بالنسبة لي بابا الله يرحمه يعني أجواء رمضان بريحة رمضان بالتليفزيون بلمتنا وقت الفطار بكل الكلام ده هو بالنسبة لي بابا زي ما فيه جيل كامل ارتبط بالنسبة له رمضان برضو بالفوزير وقال في ليلا وليلا يعني احنا الجيل بتاعنا يمكن لما بنسمع مزيكة أي حاجة من الحاجات اللي كانت في الوقت ده مش بس الفوزير وقال في ليلا وليلا حتى المسلسلات وتترات المسلسلات اللي كانت في الزمن ده وفي الوقت ده هي مرتبطة بوجداننا بذكرياتنا وطفولتنا وحياتنا ولمتنا وكل حاجة كتحلوة الحقيقة كل يوم بعد العشاء بنستنى والناس دي يعني يدوا بعض المواعيد ما كانش فيه أولا موبايلات ولا الكلام ده يدوا بعض بعد الفوزير بعد الفوزير اشتركوا في القناة